اشتركوا في القناة وبدء تجددها كجزء من العملية الطبيعية لتجديد الخلايا وانتاج بعض البكتيريا التي تعيش في الفم الرائحة لها اسبابها هي مرض اللثة عدم تنظيف الاسنان كثرة الكلام احيانا كذلك الاجهاق الكثير تخطي الوجبات عند تناول طريقة غير انتظامية يعني عدم تناول الاكل بانتظام كذلك التهاب المعدة التهاب اللوزتين التهاب الجيوب الانفية مرض السكري وامراض الكبد تناول بعض الادوية يعني لامراض المزمنة تحدث رائحة كاريها في الفم اليوم جبت لكم علاج طبيعي استمروا عليه يوميا ان شاء الله يعطيكم نتجة فعالة واللي يعني كانت عنده رائحة هذه دائما يعني قوية اكثر يزور طبيب المكونات لوصفة اليوم هي عندنا بيكربونات السوديوم بيكينغ سودا بيكربونات السودا بيكربوناتو نحتاج منها جزء قليل ملعقتين يعني صغيرتين نحتاج كذلك الى ملعقتين من عصير الليمون القارس الحامض العصير الليمون نحتاج كذلك النعناع النعناع بهذه الطريقة اه تأخذ النعناع تغليه في كوب هكذا تغليه لمدة تها 5 دقائق تطفلوا النار نأخذ مقدار كوب需 من شىй النعناع شىي النعناع شىي مغلع النعناع جانبا ثم نأخذ الملعقتين من عصير الليمون نضيف لها ملعقتين من بيكربونات السوديوم بنفس الكمية شوفوا كيف تتفاعل بيكربونات السوديوم مع عصير الليمون هكذا أخواتي كما نقود لحظوا نأخذ هذاك مغلى النعناع نضيف لها ملعقتين من بيكربونات السوديوم اللي عملناها مع الليمون بهذه الطريقة هكذا نقفلها جيدا مخلوط مزيج بيكربونات السوديوم مع عصير الليمون ومغلى النعناع بهذه الطريقة تستعملي هذا المحلول كغسول للفم ثلاث مرات في اليوم تضعي قليل منه في الفم تعملي غرغرة لمنطقة الحنجرة للفم كله غرغرة لمدة دقائق هكذا ثواني قليلة تغرغري الفم ثم تبزقينها يعني ترمي هذاك المحلول خارج الفم لا تبلعينه ليس للبلع تكرر العملية هذه ثلاث مرات في اليوم تعتك رائحة زكية رائحة طيبة للفم وتعقيم كذلك للفم واللثة هذه بالنسبة الوصفة الأولى الوصفة الثانية كذلك بسيطة وسهلة عندنا هذا عواد القرنفل القرنفل لا أدري في الدول العربية ماذا يسمونه القرنفل تضعيف الثلاجة لتخلص نائحة الفم الكريهة لكن العلاج الدائم المفيد جدا وهذه الغرغرة بهذا المحلول وتضعيف الثلاجة ولما تنتهي الكمية اصنعي كميات جديدة نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم مصافات اليوم نتمنى ان شاء الله تطبقوها لانها ممتازة في القضاء على رائحة الفم الكريهة وتعقم لك الفم كذلك اذا اول مرة تزور القناتي لا تنسوش تضغط على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها نشكركم حبيباتي على الدعم نشكركم على الثقة نشكركم على الانضمام الى قناتي وان شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم سلام